تحية طيبة مشاهدي الموريتانية في حلقة جديدة من برنامج ساعة نقاش بدأ العد العكسي لانتخابات اليوم اقتراع عن الانتخابات 22 يونيو الجاري بدأت الانظار تتجه الى اللجنة المستقلة لانتخابات والمشرفة على العملية برمي اتهاء طبعا هناك قانون منظم لهذه اللجنة وهناك ايضا اليات وهناك ضوابط تضبط عمل هذه اللجنة واجال تحدد كل مرحلة من مراحلها الليلة نستعرض في ساعة نقاش هذه الاليات وهذه القوانين المحددة وايضا الاجال والاجراءات الحساسة التي تتجه نحوها اللجنة قبيلة يوم 22 اي في اقل من اسبوعين من هذه الليلة طبعا معي للحديث عن هذا الموضوع كل من الأستاذ احمد مولاي احمد وهو رئيس اللجنة الجهوية في نواكشوط الجنوبية اهلا بك معي ايضا الاستاذ مامادو سيدو سامسا رئيس اللجنة الجهوية في نواكشوط الشمالية ومعي الاستاذ يعقوب الابراهيم ملحق بادارة العمليات الانتخابية اهلا بك ومعي ايخ اخيرا وفي الجانب القانوني الدكتور يعقوب لسيف وهو استاذ قانون بجامعة نواكشوط اهلا بك طبعا سنبدأ منكم في اللجنة الانتخابية اين وصلت العملية التي بدأت ساعاتها الاخيرة تحسم وايامها الاخيرة تحسم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة الله الرحيم الكريم اي ربع السعار لكم باخت GaLawem ان اس وعلي بالفرصة تساعدنا على انoke الرائي العام على العمل اللي كيف ت Individual com based labour وحساسة وفي ودرجة قصة من الامية وهي اختيار الرئيس الجمهورية بقادرت وطور التمسيط بعد لها فضاري بوجهز والجنب الطيب المستخد الانتخابات وعادت مذكراً أهمية هذه القضية وقفت إجراءات اللازمة كاملة من تحضير طواقمها ميدانية حيث أنهم كاملين عادوا في أماكنهم في الوقات المطلوبة وهيئة لايحة اتخابية حدثتها من خلال إحصار إداري تكميلي شاهدت للناس كاملة وعلى بعض الشاهدين لهم بالنوع من الذرفيين القديم الذرفيين من جود وأتاؤك له استخدمت فيها طرق جديدة شاهدت لنا عادت اللجنة تتبع المواطنين حتى في المستشفات اللي كانت أور مرة تعدل وحيثما كانت كثافة من الناخبين المحتملين على غرار الشباب اللي موجود في الناتق نائية كيف نقوله غريب ندور إلى آخرية هذا الشباب اللي وعدلوا للمجلسات المشارة تباعثات الإحصاء وعلي الأموم كان الإحصاء إداري بصفة عامة مرضي عامة عاقب الإحصاء إداري دخلنا في مرحلة تهيئة لايحة الانتخابية اللي معروفة الهم ولي ومشهودها الصن بجودتها وفاتخات اللايحة المؤقتة اللي صن تعدل في مرحلة أولى إياك تنشأ وفعلا انتشرت إياك تتيح لكل حد كامل عنده إشكال في اسمه ما جبره والله المرحلة اللي فيها اللجنة الآن المرحلة اللي فيها اللجنة الحالا هي تحضير طبعا لايحة بصيغة النهائية اللي الله تؤخذ للادها الله الليلة على ما أعتقد وفي ظرف النهار والثنين سحب بطاقات الناخب اللي إن شاء الله تعالى يوزعوا وآجالهم لأن تخليهم القانون اللي يوزعوا على مستوى جميع الطرابة الوطني ودعا بذلك إن شاء الله تعالى إنهم ما هو الزعم مالي انطمئ الناس إنهم لا خالوا أراه هو أحد ما جبر بطاقة الناخب ما أعطى حسم أطرا بدو شاء الله تعالى يراه يوم الاقتراع له جبرها منظمة ومرتبة عند مكتب التصويت ويشير مكتب التصويت هو بالتذكير المالي لأن قطع بطاقة الناخب هذه الله يعني عنها قبط سبقة تخطعت لها حدودها هي فعلا آلة وسيلة لتسهيل مهمة مكتب الانتخاب الآن أكثر لغاية منها أساسا لحد يعرف رقم علاية الحال الانتخابية ويعود يجي مصحوب بطاقة تعريفه لي صحك حقيقي الأساسية والناس قاعد تتحلق أكثر على بطاقة الناخب وتنسى الأصل اللي هو اللي لا مناصم اللي إشكاية المطروحة عن نيال الطالب من الناخبين كاملي وأنا بعدهم وجاء كلام أساسا للمقشرة الجنوية يسمحوا إلى آخرين على المرة ما أنا قابلي عن حد يجي ويجي بطاقة الناخب ومأتمن شاكنها تكفي القانون مصطلح في رواية بطاقة تعريف لابدنها حق بطاقة الناخب تساعد المكتب تصويت العثور على الشخص بالعجل إذا كانوا بحق الوقت كاملي هذه النقطة وازلنا ليه نفصلوها بي اللي فيها استشكال واضح يا استشكال فهم ليه نارشح والله نشوف أكبر بالنسبة لقضية توزيحة المكاتب المطروح ترك توزيحة المكاتب على أي معيارات توزيحة؟ جريمي كما لا أعرف بي اللغة عربة سألتك في الفرنسي نعم 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 حوالي الآن،؟ هلَهُ üst هلِن الأقل؟ التي ستبببت أوقف الشركات وخطأتي في مقالياً. وعندما هنالك هي المفكات سيكون قولة تحواليات تحواليات في الفيطات تحميل تحواليات التحواليات ًا على أي شهر الموزن هل تليم في المقالات؟ وظهر الـ 22 إن شاء الله. و هذه الفيارة استردتها قد نشاهده نمطقه ما أسمع كارتين مطقنع. و هذه المطقنع مطققه سيقوم بحضور المطقه في المطقرين وسبق طبعاً من سيكون. ويقولوني بقية العقارة أنه فجوة بعد البطرة يسس بقية العقارة تحقيق أعضب الأعقارة التي لا يتحقق عليها طبع هذه التجربية ستحق في شروط دائما ستحق حتى ستحقق على أعضب الأعقارة التي ستحقق عليها venir récupérer leur carte bon ça se fera il suffit de se rendre à la commission électorale départementale dont vous dépendez qui vous dira exactement là où vous allez retirer votre carte les cartes ne seront effectivement élaborées que lorsque les listes électorales seront totalement définitives mais comme nous l'avons dit il y a quelques instants ces listes électorales verront le jour peut-être d'ici demain matin parce que la CENI n'a plus le temps d'attendre nous trois travaillons de jour comme de nuit pour que les différents rendez-vous pour que le chronogramme qui a été arrêté dès le départ soit respecté de façon stricte dans ces élections il y a des élections il y a des élections qui a été arrêté de l'évolution بطريقة عنها ما يجد يخلق فيها أي تكرار ولا يجد يخلق فيها أي غلط ولا يجد يخلق فيها مثلا أي نوع من ذلك كان يخلق والله كانت الناس يتوقع والله مواسع عنه يجد يخلق من ذكرويات اللي الناس خايفة منها في الانتخابات كيف تزويرها والله زيادة حدا والله شمالاك من عبد الله لذلك هي كيف قال لكم الأخ الليلة يا الله تعود إن شاء الله تعالى تعود موجودة منين اللي تعود موجودة ترقائيا مباشرة تبدأ سحب البطاقات الناخ لا مجرد تعود هي لائحة نهائية الليلة تبدأ يبدأ تلقي سور إعداد البطاقة الناخ من نفسها قضية كيف قلت عنها مثلا تقسيمها ومعرفة كل رجاج البليد اللي هو فيها وهذا هي اللي إن شاء الله تعالى في خلال 48 ساعة يا الله تعود موجودة مثلا تقريبا القانون يقول عشر تيام قبل يوم الاقتراع اللي هو يعني موجودة في المكاتب والله تعود موجودة في جميع البلديات اللي في المكاتب يعني تعالى قد يمتع فيش عليهم بالصورة وبالرقم الوطني وبالبليد المركز اللي يالله تزرق فيه ورقم المكتب اللي يالله تزرق فيه وحتى رقمك على اللائحة الانتخاب لكن شيء ما فيه آليات ثانية كيف كان فهم رقم هاتف يتصل عليه يعني يحدد له والله فهم آليتين ذا العام واستحدثناه واحدة الرقم 17 17 لا أي إنسان دار السمي السمي اللي بسيط ما هم كلفشي حتى أنه بدون رسوم يدير الرقم 17 17 ويدي الرقم الوطني يطلع له البلد اللي معلومات كاملة عن الولاية المقاطعة البلدية المكتب المركز المكتب رقمه على اللائحة وعلوماته هو من نفسه طبعا لا يقود متوفر إلى لين تطلع اللائحة بشكلها النهائي هذا حتى الحين متوفر هذه دركاتها متوفر لللائحة اللي كانت خالق اللائحة الموقتة يغير لا يقود متوفر من اللائحة النهائية الليلة إن شاء الله الوقت اللي اللي عند منين يوفاو منها إذا نصوها لهذه الخدمة اللي هي سبعة سبعة فيما سأخذ مقاطعة ثانية وبسط والسال حتى مستحذين هذا العام هي إن أبليكاسيون في التلفون كامل مثلا لا سيني عدلت إن أبليكاسيون في التلفون كامل تقدر تشارجها تشارجها يغير بدون مثلا بدون رسوم زادية وبدون شي لا تدري زادية فيها رقمك تغطيك المعلومات أسرع قاعمل لأس ام اس إذن العملية مسهلة إلى أبعد الحدود هذه المرة طيب دكتور اللجنة اليوم في هذه المرحلة الآجال هل تم المساس بالآجال خلال ما تم عرضه قبل غريب أنا سمعت أنا استفدت أنهم قاعدتنا سابق التسجيل سولتهم عن اللجنة وقالوا عشر تأيام سابق يوم الاقتراع يلا تعود بضاقات الناخب متوفرة في متاحة للناخبين وعن بعد قبل خمسة أيام الاقتراع أنا ترجع لللجنة تعود توزعها على المكاتب يراها يراها الناخب قدامه أنا أعتقد قاعم عن التطبيقات التي أشاروا عن محورية البطاقة الناخب عنها التراجع باللي كيف أشاروا لساتذة هي تسهيلية معناها بدلا من عود يوم الزرق لا يعود المواطن تايه يلي يبحث عن ما كتبه والله ده العادة اللي عنده البطاقة يقعد يعرف هو بليت تمني ولا يمشي ما يخلق يطيع وقت الناخبين ولا تحلق العملية مع التطبيقات أعتقد عن دور ياسم للناس يعود إلي عرف بلو ما كتبو قد قاع ما يمشي وقت ما يمشي واحد معناها أعتقد أنها ما يعدل منها قضية بها تسهيل العملية يقير افترض على الرجاج يسحب اليوم ومرت عليه هجاء لا 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 يصب بلي وكي قال لكم الأستاذ همشي بطاقة التعريف اللي هميتها أكثر هي تلسيرية من رواي آخر وبالتالي حد عارف ما يكتبه على اللايحة مع بطاقة التعريف ما يقدم تلحنية طيب شنو أهم التحديات القانونية المطروحة للجنة في المرحلة من ناحية من ناحية تنظيم هذه الانتخابات التي تعتبر انتخابات حاسمة في تحديات قانونية في الفترة لماذا زالت لجنة متمرسة ولجنة دائمة عملية روطينية عادت لا حد ما معناها أنه عملية نحن نتحدث عن اللايحة وانسلت اللايحة اللايحة قاعد الساسة التي تمت إضافته المسائل الأخرى كاملة قريبا الناس الجدد عادت إحصائها من جديد لتغيير مكانها معناها أنه تقريبا الطاري لا يعود نسبته لا عادية جدا أعتقد أنها متمرسة وعنها تقومها متكاملة القانونية والإدارية من الإداريين المتمرسين ومتاح لهم الترسانة قانونية مساعدة وعندهم خوارات هنا ما أعتقد أنه عندهم تحدي شنه ضمانات الشفافية في الترسانة القانونية اللي عند اللجنة اللي تعمل عليها هو ما في مجال عمل اللجنة ما متاح لقاع الشفافية فقط هي نواحي التنظيمية بالأساس معناها أنه حتى إلى أرادت اللجنة قاعد أولا صعوبة الانسجان بالطبيعة تشكيل لجنة التسيير ما تسمح لو أسلهم شيء عن وزارة أو المركز يعود لأطراف كاملة مشاركة فيه بدرجة بأخرى معناها أنه متاح لجنة لجنة تسيير وعند أجهزة أخرى كلها عنده مجال يعمل فيه معناها أنه عنده شكل محدد وهذه الأجهزة حارفين قدام محاكم الجهات التي فيها وكلها عنده مسؤولية وبالتالي ما هي مأمورة أعتقد أنه هذا عام لجنة لا نشق أنه فيه شكوى من غياب الشبابية في عملية الاقتراع من المفاست التي تعني اللجنة أعتقد أنه يعد فيه حديث وإن أصدرح مشكلة هي نواحي أخرى وليست النواحي التنظيمية التي أعتقد أنها كل موضوعية تجاوز وإلى حد ما يضبطها الدرجة كبيرة لا أعتقد المعاناة التي تجي من المرحلة أستاذ أحمد ندخل الآن في قضية المكاتب فتح المكاتب والإشراف عليها والإشكاليات التي تنطرح للجنة في هذه المرحلة طيب مكاتب هذه المشكلة الكبيرة التي سايع قضيتهم مكاتب تصويت الحمد لله كيف قال الأخ القانوني وأشكره على الشهادة لجناعات متمرسة وفعلا هذه اللجنة عندها طواقمها لجهد طواقمها من الناس اللي واكبت العالمين انتخابية من 2060 لليو هذا أكثيتهم طبعا في حال فهم ياتم ضخف كل مرة يعود على صور جهود يقال مبنيين على تقدم طواقهم لعادوا أهل وعادوا متمرسين ونفس المجل القضية تنطبق على جهد الرؤساء وعظام أكاتب التصويت وأنا تنطبع المرأة حالك تمرس ولا حالك تجربة شهر من حد انتخابات العقبان الدواء عقب لها انتخابات من المستوى اللي حاجب منها وحساسياتها وضغطها الزمني والمادي والبشري إلى آخره وخاص منها أنا على ما أعتقد أنه نوع بصيرها مشريفة رهلي عنها تعود ترتاح على اللي جايل يعني وعتبار عملية بسيطة إلى أقصى درجة ما هو بسيطة فنيا ما هو على مستوى حساسيتها لا شكا حساسية رئاسيات أهم شي واللجنة وعي أهميته وعي خطورته يقير بالطواقم هالعندها رؤساء وعظم كاتف تصويتها اللي حكم عادوا يعتبروا وكلا الانتخابات ما هم ما هم اعتباط فهم تراكم قريب المكتب اليوم لا يقوم إلا إما يقوم 100% قديم وإما حتى بالنسبة اللجانها الفرعية تبناو القضية لأنها لا تقوم فيها جزمة جديدة كاملة مطلقة لا بد يعود إذا هذه الرؤساء مع عدد المولي إن شاء الله تعالى مبارد مجرد المتكوين كالعادة ما قطوا عدوا انتخابات ما إن عاد تكوين تحديث معلومات هذه الرؤساء العظام كانت بتصويت إياك يعودوا يتحكموا في العملية بصيفة ما تقبل أي خدش من هؤلاء أي نقصان من السورة شفائية والأمن المستمس تقيت واليوم جميع رؤساء العظام مجرد المتكوين لوايحهم على مستوى لجانة المركزية للانتخابات فتحدوا محليا ويخصهم مداولة ناص القانون تعدلها لجانة المركزية باعتمادا على مقترحات لجانة الفرعية وإن شاء الله تعالى السبوع في وجهنا الذي يبدأ ينظم تحضير تكوينهم وتحديد أماكن كلا يؤدي على المكتب اللقاء اسم جديد وتأكد من السلامة المكتب الأخير كل أمور الفنية كاملة وأهل العالمات كاملة حسب الخطأ المرسوم عليها سمحوا لي لا بد نستقل شيء من مخت كم نحن نتكلم عن المقشوطة الجنوبية طالب من المواطنين عنهم يعكس اللي نأمل فيها من الوعي على المستقبلات ويتخطأ عنهم البحث اللي عن الاتكالة أولا تخليطوا مولي لآخر دقيقة على غرارة الصحب بطاقات الناخب لجنة المركزية لجنة المستقبلات لا يتطبع كيفيننا بينهم و 4-4 ساعة بطاقات الناخب ولا يتوزعهم على مستوى أو ساعة يطاقة ممكن ولا يقود كل منطقة كل حي تقريبا في مركز ولا يقود نسوى عن توزيعه ويا الله خاصة لأحد يجيب بطاقة تعريفه ويسحب بطاقة نحن الموريتانيين تعرفونا أنتم مقلتون لقد تحدي يسحبها يوم الزرق وأنا قلتوا ما نهتموا به لأولا خط تعليم لأولا سنة طالبين نحن قلنا طالبين من المعطين كاملين لوعاء أهمية الوائية لأنها أولا يتسهل مهمة ويقوم باشرة يعرف المكتب اللي قايز ومكتب تصويتهم ليه يربح الوقت لأنه بدلنا نهار كامل وفي قائمة 600 تلقاج ليه يقوم باشرة لقايز الرغم ويعطيه بطاقة يطرح بطاقة تصويته ويدي واجب اللي يدور على أحصل حاله فسرع وقت إذن ما ينطوي خليها إلى آخر دقيقة هذا ما يرد ما يتمنى يتكرر وحالبعد عندنا لا نطلبه نطلبه من الناس لما تجيبوا الوقت وطبعا ذلك الصلة يبقى منه المريل الجامعية يتزوق طبعا يتحزني وقابل يهو سنة تقبال خمسة يام على الأقل يرتد تنظيمه ويرتب لرقعة ويعود كل مكتب تصويت يدالهم منه مع أدواته لا يمشي بهم من الاقتراق هاي نقطة كنت نختار أن أكدع لها ولا ينطلب من المترشيحين راجنا على ذلك على مستوى الحملة الوطنية ولأن لأننا قاعد شاقريش للأمانة راضي عنها ومن ذات نشار راجلنا تنمي عليه مستوى عالي من الوعي والتنفس السلي العموم لحل بعده كرجل المحلية ما تلاحظ فيه شوالها فتحل درجاتا شكاية وراجلنا نتم هكذا إلى يوم الاقتراق يقير ذن أمور منصوصة قانونة وعندها أجال كيف مثلا قضية برنامج الحمل الانتخابي يأتوين يجاب يأتوين محدد ومعروف ويأتوين المترشيحين وطواقعهم المسؤولة عن الحملات تعرف أن أجال الانتخابات كاملة كلها أجال برنامج الحمل يأتوين يجاب اللجنة المستقبل الانتخابات وفي أجال معين محدد قبل بداية الحمل المهم على كل حال النطائم يقال اللي هنصل أهم الجميع هو ما نقول هل يكما تخطوا ذي النقطة يلا نفهموا الناس شنه برنامج الحمل يكنا عرفوا اللي تأخر ولم تأخر برنامج الحمل يا الله المترشح يجيب مخترح الشيطة اللي عدل من مهرج ومن الملساقات اللي عدل وحجم وكان بكله ضابط القانون حتى حجم الصور بضابط القانون وهنا اللي هنصل وعلى اللي هنتخطوا الفاتخة يقال المساق قدامنا ولا هو قال أهمية هو عن هذا الممثلي المترشح وعناصر أساسية واللجنة فاتح لهم الباب ومستعدة للي قد صح لهم التسهيلات فتح في هذا يقال طالبين هم المترشحين أنهم يععوا أهمية ممثلينهم لعلمه البحث عن سبحاني البحث مثلا عن نقاط قد تقع في الضعف في اللجنة المستقلة أطولنا الحمد اللي بدأ من تمن الشكر على طواقم مكاتب التصويت ممثلين مترشحين طالبين منهم يقبضوهم في الوقت للي على مستوى المكاتب يوم الاقتراح يوم الاقتراح ويكونهم التكوين جيد على مستوى واللجنة المستقلة اللي عندهم المعلومات كامل مفتوح المعلومات المستعدة يزود بهم أي حد جانا يزودوه باللي يقيم المعلومات إياك يعودوا بعض قاء ممثلهم على المستوى يمثلوا ويعودوا يعاون صحرها يعودوا يعاون في العملية ويضمون شغاليتها بدأ من يعودهم يخلوهم إلى آخر دقيقة ويجيبوهم ما هم مكوني لواجعة ويعودوا لما يعظو ما له ما عليهم ويعودوا أحيانا ضرهم على المكتب وعلى المترشح من نصر ما يجيبوه الأخ بالإضاء لا يمفيش هذه القضية أساسية عن أقل التهم ومثل اللوايا هم زال هم ولي عندهم أجال الانتخابات الماضية ويجيس سابقات عارفية دائما ينهار الثاني ويجيبونا اللوايا ويجيبونا مقترع وهم معروف أنهم مكتب تصويت هي جالسة كيف حكم سوحا أنت أساد المالي بأوكل حد يدخلها المركان لا بدون تحضر المغطة الفضاء لا يصح بيش ممثل المترشح لا بدون يجيب عنده تصريح من لجل المستقبل الانتخابات هذه مئات الممثلين لا بدون لهم يعطانهم مقت ويعادلهم بها اعتمادات للاعتمادات هنا ما ينطرحون إجابة قواياهم في الآجال لعاطين القانون وهي على الأقل 5 أيام قبل الاقتراع يدخلوا ماشيب المشكلة وتكلم يفهم ومبجر ونائب اللي عندهم هاي الموط طالبين من المترشح اللي يتعاون معنا فيها يعطانهم في نفس الخالي اللي خلق للمراضي ويعودوا إما يجيبوهم متأخرين ولا يضغطوا إياها ضغط العناصر اللي عندنا والعضاء اللي عندنا اللي مهم صيبين عندهم توزيع بطاقات تصويت عندهم ناقل للمكاتب تصويت عندهم مشاكل فيها من الأخيرة ويجرون ويطاقوه ضمنهم ويقتطعوه بالنسبة للمنذهب ما نصيب نعطوه شيء طيب هذا يطرح السؤال على أنه منذها كان فهم إجراءات قانونية المفروض على أنها تعود مثلا تحد من هذا النوع من الاختلالات اللي يخلق خصوصا قضية برامج المرشحين وقضية الممثلين في المكاتب اللي عندها نعكاس واضح على العملية هو التمثيل ما هو جزامي آه هو حق وخيان وهو هو الهدف منه كامل إعطاء المستقبل العملية المكتب ما هو تابع للوزارة الداخلية لا شيء فكرة اللجنة هذا القائم عليها أنه ما هم طرف عدم الطرفية لكن تأكيد عدم الطرفية يستحسن فيه أن يعود أصحاب المسرح المباشرين ممثلين في إطار المكتب وقعنا أغلب المراشحين يصعب عليها على مستوى الوطني أن يوفر ممثلين لنهائيا به اللي قاعد ممثلين قاعد عدد الأصوات قاعد اللي ساوي عدد المكاتب معناها أنه ما لا تعلاق فقط بحق للشخص وفعلا عند اللجنة تعتقد مرتاحة إلى هذر الممثلين حاضرين كان اللجنة عندها الحق فأنا جبتولي ماذا لممثلين عندكم سابقة من نهارا لدي الوقت لنجهز لدي الحق في الرفض لأن الأجال تخطأت عليكم وانا ماتلت لدي آلية لتجهز ذهن ماهوز بشكل مستحضر كان ي 맞는 لطبع المدارة، على المدارة الأولى، في المماركسات في المدارة البيانيسية مهمة. شيء أكثر من جدا. لا يجب في المدارة البيانيسية دعونا على المدارة الأخرى. اخبط المدارة البيانيسية، وطبع الانتظارتها لكي يستطيع القرارة، نحن يداعي بالمperأس برئناة في ميزة التواصلات التواصلات والمدرسة الاستعابة ويساعدة على الوصول على المشاهدة للمشاهدة التواصلات التواصلات التي تفترضونها وإن أمام المنطقة في ميزة الرحلة لن تتعامل، لأنه لا يتبع بشكل أحساب، أن يبقى على أن يشعر بشكل عمي، لست مع الضواج من الهجاب على الرغم من المساعدة لن يحسن بحسن التصوير لنساء التعامل لن يأتحب بذلك حدود وضع المفاعدة لن يتعامل لن يتعامل لن يتحب بشكل من المساعدة من المساعدة كريم ليس لديهم الى يوضع الى الوصول من المكتبات ولكن اتراني من الأفضل كما تتحدثين كنا سنينة المعارضة من أجل نحن أن نحن تتأكس في النوم نسألنا الى المساعدة أن يجب أن نحن 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 مكتبات ومن خلاله ومن خلاله من أريد القرار من يقبل أن ينفيه من خلاله لأن يحصل صورةeducة لسهربه بالمه permiso المترجم الآن من حال هذه المترجم الآن سوف نفعل ذلك لأنه يجب أن يكون المترجم الثرابة في هذه الأشخاص من خلال السؤال المترجم الآن هذا مهم لأننا نحاول في نهاية الحلقة نختمه بأحدة من اللغات الوطنية هذا التوجيه للمواطنين لأنه واضح لأنه محتاج إلى ياسم المشاكس فضل السفر أنا عندي توضيح كثير قضية هذا الموثلين المرشحين قد نختار نقول بعد قولنا عن هذه القضية البطاقة الناقضة عنها ما هي مأجزيجية في قضية عملية الزرق من رأسها ما لابد منها في عملية الزرق من رأسها هي للتسهيل فقط حد كيف قلت أن تقبيلتها حد ما أجبرها ما أجبرها ما هي رواية هو اللي لابد منه حد يزرق حد لا بده يعود على اللاية حد انتقابية ويعود بلافة كاردان ديته واذا اللي يقول وصع لنا هي الدليل على أنك في الزرق السابق ذو من المازرق؟ هي لا ينطي كان فيها رواية هي حقيقتها عندها جانبين واحدة هذا الجانب اللي عنها تسهل العملية أنك تعرفي مكتبك وتعرفي رقمك على اللاية حياك كما كل رقاشي تلوي لو ودنك بعض من عند رأس الله حالين نهايته يا كين عرفي كانوا فيها والله ما هو فيها فتعرفي رقمك على اللاية حرق كذا 100 كذا والله 20 وقت والله ذكر رواية بك هذه واحدة مسألة الثانية فعلا فيها ذاك الجانب اللي عنها تندار تندار عليها كالشيء أفوته تندار عليها صوته إياك حد هي من الفيسة إلا قدرت عليها صوته ومشيتي شعر المكتب وعتي صوتي مرة أخرى هي ما لا بد منها هي من رأسها معناها عنها هي من رأسها الناس تتورط في قضيتها حتى مع أننا بعد موفرينها في الوقت المناسب وذلك المولي اللي ما وقسم منها يجبروه 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 الناقب إن شاء الله تعالى موجود يوم الزرق يجبروه يجبروه ما لا بد منها العملية من نفسه يقول تحد يزرق دون بطاقة الناقب كيف قلت أن تقبيلت إياه إلى اللي نزرقت إلى اللي أقبضها رجال ومرض تعليه معي منع ذلك من التصويت اللي قاعد افترضنا عنها مرض هذي واحدة أنا أصل المهمة عندي النقطة المهمة عندي حتى واللي نختير نقول هيش هي قضية هذو ممثلين المترشحين ممترشحين نختير نقول عنه نحن قبضنا هذا العام ياسر من الإجراءات هذو ممثلين المترشحين يعودوا على المستوى اللي يا الله يعودوا عليه واللي يا الله يشاركوا العملية بشكل إيجابي هو شنو أنا حتى في التكوين طواقمنا الجهوية والمحلية من يتلين نكونوهم قبضنا ممثلين من الأحزاب السياسية وقوناها معا احتياطة احتياطة يعودوا هم يقدوا يكونوا طواقم زي المسألة الثانية عنا مشينا إليين قدنا نعتبره عن الممثل عضو في المكتب قال من أعضاء المكتب من أعضاء من أعضاء من أعضاء أعضاء المكتب عناها عنه نختاره مشارك بشكل فعلي وموجود وحقيقي مشينا إليين قلنا عنه ما يا الله تحت أي ظرفية مثلا شي ما هو شي لا بد منه عنه يصع شي ما هو عاد له عرق العملية من أنفسها والله عاد له الروايات اللي النظام والله يكرر روايات إيكية عنه ما يصع ومن أعضاء أدينك بالقراء عنه لا بد من يصع لا بد من يصع لا بد من يصع صاحبه لذلك طلبته نائب حق لا كل واحد ما عنده نائب يجي نائب يجي نائب سابق يوخه هو سابق يوخه هو من المكتب يجي نائبه ويقعده بالله إياك تبدأ العملية كاملة يشفاهه ويعودوا حاضرين لها كاملين ونحن منهم هسنا نختارهم قاعدوا حاضرين وطاربين حضورهم وهو الله هنا طلبوا رواية أخرى منهم هو أنهم لا يختارون ما هو حد على المستوى ويعطي الله يعود يمثل يعطي الوجه الحسن عنهم هم ويشارك نحن في العملية بشكل إيجابي الشاكة يشارك في العملية بشكل إيجابي ويعطي المثل حسن عن مترشح وملي واضح ما يعود مثلا جاي هدفه إلا العرقلة وياك السيني تعود من حازة والله يقول توم الله كذا مثلا يعد قائلها ويعطي العرقل العملية ونفس السيني تعود نحن لا يضطروا عن العملية فالصحة لا تتوقف لا تتوقف دقيقة واحدة متر فيه شكال قانوني في هذه اللي لا هو فيها إهمال الدور أصحاب المصلحة اللي هم المتنابسين والمترشحين ولا باني متفائل حتى على نوعيته ممثلين في المكاتب اللي طبيعة الاستحقار سارة الفيتا كانت محلية وذلك يعطي يعطي طابعة مذهلة ماسر الناس أنا عن كل دبيتا اللي قد يمشي منها لي والله ما عارفوا المكاتب الناس اللي يعرفوا والله ما عارفوا الآن الدائرة الدائرة الوطنية معناه أنه ما عارف كان لي تقعود إدارة الحملة إدارة الحملة كانها عارفة الناس اللي يا الله تعطي اللي صالح لتمشي باللي أنا أعتقد أنه إحنا تحدث هنا بإيجابية عن اللجنة أعتقد أنه مازالت مشكلة اللجنة أساسية متعلقة بتشكلة مكاتب تصويته وممثلين فيها بهم اللي 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 قد قول عنها واصلت الدرجة تسكية تامة لأعضاء مكاتبها أعتقد أنه لكنه تجاوز إلى الواقع معناه إذا عادت اللجنة من أنفسها أعضاء مكاتب التصويت ما هي ما لي يدونهم بالدرجة تامة فوضة طبيعي أعتقد أن الممثلين لا يعودوا أقل بهذه المسألة موسمية لا يعودوا أقل وهذا لا يأثر على المحاضر طبعا لا يأثر أنا قصد أنه يأثر على أن المشكلة دائما نجي من طبيعة من طبيعة طبيعة الممثلين طبيعة الممثلين طبيعة تشكية المكتب نفسه تشكية المكاتب نفسه ما مضمون عن ذلك الرئيس المكتب ونائبيه عنهم يعودوا للمستوى ليعليه عمل اللجنة كامل ولا معمول عنهم ما يتأثروا إلي عاد إلاخل تدخل وعاد الجنة يتمشي مكتب منطقة معينة يقدي يحابي الطرف معين والله يقدي يمشي بشكل معين هذا مزال متاح إذا نعتقد أنه ولذلك هما إشارة ذكية أن أحيانا بعض الممثلين المرشحين يعود قاعة أن يقمع الناد المشي به اللي هو اللي هو اللي هو اللي هو اللي هو اللي هو يقدي يمشي عنه بس هو خلال خارج ذاك الممثلين الممثلين المترشحين آلية أساسية في ضمان صدقية مصلاقية الانتخابات يعني عن طريق المخضر لا يحصل على الموثل أي مترشح يقدي يعرف النسبة على صورة اللي جبار مباشرة بعد انتهاء عنوية الاقتراع يقدي يعرف النتائج الشغل اللي هو مولي فيها معناها أنه من مصلحة مصلاقية الانتخابات يعود الممثلين ويقوموا بدوارهم ويقبلوا المحاضر ويتأكدوا على ما يتبهت على الموثلين يقل أعتقد أنه لأنه كنت تقولوا عن المورة اللا باخر اللاحظة حتى مولي الناس اللي مشاركة بالاختراع أعتقد أنها جات اللا باخر اللاحظة وأعتقد أنهم مولي ما جهزت من الطواقم الكافي لتمثيله في إطار مكاتب مكاتب الاقتراع طيب التأثيرات متوقعة بناء على هذا نقطة الضعف بالعملية مازالت حتى أنا متعلقة بهذه المسألة متعلقة باش متعلقة بثقة من أعضاء المكاتب مكاتب المكتب الرسمي اللي جاي معاً تسيني هذه واحدة وتمتن ذيك المسألة بالمناطق اللي المناطق اللي تعود على لون واحد عنها أنه عودة مهمة على طرف معين يقولوا لا عين لها مكاتب عين لها مكتب ما هو لا يعرض لتوجهها لا يعود ذاك لا يعود ذاك ما هو دور رئيس اللجنة المقاطعية في هذه بالنسبة للسيني بما أننا نتكلم هنا عن دائماً ممثلين مكاتب يقعدوا معهم على كم التكوين والوعي اللي يطرح والضمير وياتب طيب ما هو الدور اللي يلعب ممثلي اللجنة على المستوى المقاطعي والولاي طيب رئيس اللجنة المقاطعية لها ما تتكلمت لها من الرئيس والأعضاء معها يجوا متعليمات واضحة وصريحة من اللجنة ومستغل الاتخابات يمشوا معهم يوم ومش يوم في أيام التكوين المهمات إياها نقالهم عن أول مهمة يطلبات ربها العين عندما يجوا المقاطعات هي التحضير التحضير للعيحة انتقائها من المعلميين ومن المثقفين بصفة عام ومن المجتمع المدني المهم يبدو يشتغلوا عليهم يمجيهم يبنوا على الصححة من الوأساء وعضاء مكاتب منه وكان عمله جيد مشهود له تعدلوا التزكية كل عملية الانتخاب تعدل غربة للعمل عدلها على مستوى المقاطعات وترتفع اللجنة المركزية وكانت اللجنة تتفكر ما زالت تتفكر في أن خاصة أي عظمات إياها كيف في العالم كامل كان مو كان الانتخابات ديسجان ديسجان اللي يكتروا يعودوا مثلا حكما مجربي وشيء ما بتخطي المرحلة لإشارها لقانون أنهم يعودوا منهم مثلا عندوا بطاقة تثبيت مع عدل الانتخابات لأن هذا الشخص هو تستكف هو تشرب معروف أنه يعني وكيد انتخابات إلا حفويلها في النعمة مثلا وبدأ انتخابات كافية لجنة المقاطع يتفاقى قالت التزكية ليعدل هلال وقل له المرحلة تلولة هي لجنة المقاطعة طبعا هم اختيارهم يبدأ وغالبا بلد مستوياتهم تبدأ عن المقاطعات وحول المستويات المراكزة حتى تبدأ منفهمات إياها وترتفعها للجنة الجنة معي أولا طبعا المستوي الثقافي مخارص فيه سيعود صاحب الثقافة صاحب شاهدات ما أمكن موظف معروف ما هم أي شبهة هم حوله أنه مندفع سياسي والله معروف والله يتكتم معروف أنه لم يعد مندفع سياسي بستانس درجانت أبعد أبعد ما أمكنه من أي حتى ما هو استانس درجانت من المشهود له أنه بعيد من السياسة غير هالي الألية المشهود له لغير هالي الألية هو أنا من السياسة أعطاني السياسة المقاطعة أولا أحد من يجي المقاطعة ومعه طاقم لا يستعاند بمعلومات كاملة استعاند بها عند الإدارة استعاند بها عند مفتشي التعليم استعاند بها حاتم المجتمع المدني اللي يهمتها لا يجمع معهم ويقولهم لا يعقب ذلك في طريقة أخرى رادعة لا يحتمل أن يتعلق بعشرة أيام قبل الاختراع وأحد كامل أي حزب بالله بالنسبة لحالثنا عندوا اعتراع ضل وهذا نعودوا حنا نستعانوا بخبرته المنطقة وقاطينا قلعنا عدة أشخاص كانوا فاتوا ينخلوا هم فلادي إدارة سيون وراء السامكات يقال اتضحنا على الواق أنهم يقلوا نعودوا تحرحوهم الشبهة ما في مشكلة يجوجوا مهباس مكحزين ينداربنهم أحدين أخرين ما شاهد حد عليهم بعد الأدقة ونحن قلون عن ذلك ما فاتوا إحداثنا على حق المستوى اللجنة كاملة على المقاطعية للولاية ورغم المقاطعات عمر وللجنة التسير هذا الحق على الاعتراض على الناس لا يقدروا يقعدوا يسنتي لهم المكتب لما يعود صح على دمام رماها اللجنة كامل وعلى اللجنة التسير هون القضية لا ما أنه ما فهمت نابد 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 رئيس المقاطعات لا يجي يعني يجي يبدأ يعادة تحريات اللجنة المقاطعية وهي طبعا وحتى المستوى فصالة هو ما أخضع الاعتراض عليه هو معنى الطريقة اللي مضوبية لا وعد من يتعدى اللايحة وتعرض ناستاذ مسول عن الطعن فيه هو هو من نفسه قابل الطعن لكن فوق لاكي فوق اللجنة المقاطعية رئيسها قابل الطعن يدي يطعن فيه ناعدك رئيس المقاطعات ناعدك ناعدك قضية أخرى جاريس المقاطع ما اللي مختارهم هاتياه اسمحي شو يقول رئيس المقاطعات ولش أنتو مختارهم المستوى المركزي واختاقتوا الجماعة أسادية من خيرت المجتمع اللي هو وثق فيهم وثق فيهم وثق فيهم وثق فيهم من ذلك الجماعة شهر ذو الأفراد اللي هو هو وعاق بلاك نحاطوا في الصمام أمان نقال لها القسم أستاذ في أمثلة في أمثلة من الطعن فيهم همه أثناء العملية شنو اللي شراء اللي يتبع بهم وفاتوا زكاوين الجماعة الأخب فيه تجارب انتخابية وطنية تم الطعن في ممثلين لجان مقاطعية وقالوا أثناء العملية لجان وطنية لجان وطنية لجان وطنية أعطيكم مثال أخير عندنا مثلا عندنا مثلا عندنا عندنا مخلعنا أحد جمالنا في الخارج أظهر مجرد أنه أظهر مجرد أنه أظهر في حملة واحد من المترشح ما باتي كليلة على ذنة اللي جان وطنية تخل الرئيس اللجنة المركزية مباشرة وطنية 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 لجان وطنية عنها مستعدة حتى على طواقمية ما هم فوق مهل موزكيين مطلقين لأمين محذرين بأنهم يقفوا مواقف شبه حتى شبه ما ينصب حالهم والحملات ما يجدوا يجوهم يكون يعودوا طبعا عندنا لأنهم إنسان المراقب الواية ما يجدوا يعود عذر بين الناس إذا ما تتابعها يجب أن يجب عليهم لأمين وطنية 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 تخلصت ومتلقائنات الأعضاء والمقاطق من صفحة. ومتلقائنات في اليوم، في الانتقال في الانتقال في مطابق أكثر من المحاولة. في مطابق المطابق من صفحة، في المقاطق المطابق، في مطابق في مطابق، حول لزميزة والمقاطق أو أعضاء، ينبع ذلك، نabord مناقصة بدون ولقام، نستخدم وجود، كنت سيئلة تحسير من الأفضل هم ستحرقاً هي الحالة الأسخرة. ينتراك هم نقول، ، أحيان، معها جداً عندما ليس ِ مورطيس فاشاً، خداً، وفي ذلك، في حالة، الآن، ومن الضوان أن يريد أن يكون صديقاً السبب مرة أخرى. أردنا أنه يجب أن يكون أعمالي يجب أن يكون أعمالي. يجب أن أعمالي يجب أن يكون مفيدة. يجب أن يكون هذا مريحًا. الإنتظار. لكن في كله، السمين أو المنزلات الأخرى يساعدون على أكثر من مجالة ويقالت تحديد ويقالت تحديد من المجالين ويجال تحديد من المجالين في المنزل المجال ويجعلون أن يكونون مجالاً في مجالة المجالين المنفيذة المتخدمة العالمية للتعاق رؤية التعاقرين الذي سنسيطة الزمقصة المنفيذة الأميخ المنفيذة الهدغة والممتخدمة المنفيذة ترجمة أن تشكل مددером كما تدعين ومكثار تتجاه تغيير خلط مично اوهوها من المنفيذة هناك فلان تساعدة باستر مباركة لا يساعدة تساعدة في الوحيدة لأنه الآن يدفع في الوحيدة هناك فلانه يمتلك المعباركة القليل للمكة وتذكره على الوحيدة في اجداد ادتك فهر بخفضل إنه لا يدفعه و لا يزال أيضاً ثم اذا كان يجب أن يبقى صحيح على الإضافة للصدرات والوزنة فنجدًا لكنه لا يوجد الكثير منه لا تكلم الأزعاج تصدق على القبائل أخي عقوب. ما هو ركاة بالنسبة لنا؟ ما هو ركاة غير في الغالب غير مؤطرة كلا من أساتي؟ لكن ملواجه من أحنا وصحابنا حالي كرات تعطير نحصوهم بينهم اللي قد الصح من التعامل حانا نشوفونا عطول فرصة لنا عطول فرصة أستاذة تفضلوا أنا أختيار نقول عن هذو الطواقق عنهم مختارين بعدة مسائل هذا اللي ينقال الجهويين والمقاطعيين على المستوى المراكز الإدارية يخرص فيه جميع المعايير اللي لا تخرص في البشر ويحصنوا بقسم يقسموا على العملية الذهية ورداكم اللي مثل ما قال الأخ مراقبين أي حد منه أحنا بشر ما قد نقوله ما نخطب يغيرهم اللي حد منه نخطأ له يحاسب عليها ومن حسابه اللي لا يعدل له أكثر هو فصله بعد عالة أقل من اللجنة واستقل له من إن يبدو منه شيء ما هو يا الله يبدو منه يمس مصداقية اللجنة من رأس هذا من ناحية طواقمنا نحن من رسم من ناحية رؤساء المكاتب وأعضاء المكاتب فهم تعليمات أنك أنت مسائلك ثنتين واحدة أساساً قاع يا الله تعود جاي لبلد ما تعرفوا ما هو منهلك من اللي الموظف أساساً يا الله يعود جاي لبلد ما هي بلده ما يا الله يشتغله بلده هاي بلد يالتك تجي ويالتك تستعان بالناس اللي فهمت إياها كامل الموظفين مثلاً صاحب التعليم صاحب التعليم صاحب الصحراء الحاكم الإدارة الوالي الناس اللي فهمت إياها كاملة تقبضاً عندها المعلومات الكاملة عن بعض دقاء الناس اللي على المستوى كيف الموظفين وكيف المثقفين وكيف الناس حتى الناس اللي ترتلي موظوقة اللي مشهودة في التاريخ وحتى أصحاب الشهادات ندروهم زادهم أصحاب الشهادات اللي عاطلين على العمل اللي موثقة من فهمهم اللصة ومحصنين برواية أخرى محصنين عاملين يبدو من واحد منهم أي رواية ومحصنين برواية أخرى محصنين برواية أخرى ومحصنين برواية أخرى يشك من واحد منهم مثلاً والله زاد تحول حوله شبهة واحد مثلاً من المترشحين يجي وقال له فلان هذا ما يعطي الله يكون تعود مستاقيته فلان هذا يعطي بريف عنه فعلاً عنه محازل فلان فلاني والله قطني الشاف معه والله كذا في حبله أعطيني شوية فرصة ويا الله والله يجي مبدل عنه حاله يجي مبدل عنه حاله ويندروا عده فلاني سمعتك قبيلات يا اسميتي المحاضر ونختير وسولتي سؤال عن شنه شن هم الإجراءات اللي محسنة في ذي الفترة له من هالمحاضر المحضر ورد ما تلقاء تبارك الله يكون كل حد يقد يعدله به اللي مات لي مكتوب فيه كامل عاد بالعقل الإلكتروني ما مات لي فيه ما عنده عنه المصويتون واللي يديري العدد المصويتين واللي يديري واللي بطاقات اللاغية والبطاقات المحايدة وقرأت كله مترشه معناها أن الوايات الأخرى كاملة عادت إلكترونية بما فيها قارق رقم المكتب من رأسه هذا معدل جديد ذي الانتقابات ما كان خالي حتى أنه مضركاتية ليقعد المحضر فيه المكتب حتى رقم المكتب من رأسه حتى عدد المسجلين فيه حتى مثلاً مسهل إلى أبعاد الحدود بحيث أنه يقبل وقت يقولوا لا هم اللي معقدة كيف كان هذا معنى النتائج لا يتعود تطلع مرة سابقة وهو كذلك إن شاء الله هو اللي ندور ندور إن شاء الله خلاء وذقاء فهرض علينا القانون من ناحية واخبر القانوني أننا 48 ساعة يالله نعطوه على الأقل النتائج الموقت طيب هناك نقطة حاني شوي هناك نقطة مهمة الآن 48 ساعة يالله نعطوه نتائج الموقت ونرفعها عن المجلس الدستوري يملك الموقت على ذلك المجلس الدستوري شين هى النزاعات التي تبت فيها اللجنة المستقلة والانتخابات واللي لا بدها من المجلس الدستوري في الانتخابات الرئاسية أعتقد أن نفهم خلاف بينها والاتخابات التشريعية والبلدية شين هي النزاع؟ والله تفضل أنا تحدثت عن خبار أضاء المكاتب الممثلين أن أضاء المكاتب فعلا طارحي مشكلة اللي هو التأكد من قضية الضمير وقضية الحيدة وقضية أهل المسؤولية المسؤولة مطروحة الحل كان فيه شنون هو قضية الاستبعاد كل حد عنده حق في الاعتراض وعلى هضاء المكتب وهذه موجودة هذا الحق يلو عادل متاح وممارس على مستوى دمام رماها اللجنة وعلى اللجنة التأثير من أنفسها تعود اللجنة التأكد معناها ما نقدرون أفرضه على مستوى المكاتب ومو خالق حق الاعتراض لا على مستوى اللجنة الولاية ولا المقاطعية ولا البلدية إذن ما هو خالق معناها التعيين تعيين لأنه بهر واي اخرى من اللجنة المسؤولة كان عن زارة الداخلية كانوا يقوموا بهم لا موظفين معناها عنهم إذا عاد التوظيف هو المعيار للنزاه بل يعني شيء عن الداخلية هناك نصوص للطعن موجودة أنا قصدي عن مستوى الداخلية الناحية الأخرى وهذا ما لي أيضاً مهم جداً مهم جداً أنه فيه تحسن فيه تأكد معنا تقليص فرصة نتائج لعملية الاقتراع من نفسها بفضل اللجنة وبوجودها يقارب على ذلك هؤلاء الكثير يمكن تحسينه ما ينخاض فيه في وقات الرخاء أنا يعود بعد كل انتخاب يتم مراجعة الأطراف اللي كانت فيها يتبدي ملاحظات ويتم التحسين لأساسه نحن نسكتوا يديني موليجي الزرك هذا أنا نتفقدوا على نظام الإسلاحة طيب الوقت ما تلي ياسل تعطونا بالنسبة للطعون هذه الطعون أول شي فيها الطعن على مستوى اللجنة المستقلة للانتخابات اللجنة المركزية أنا على ذلك بمستوى الطعن الأول بهذه اللي هي تفريعاتها ما يطعن عندها يكون في نواحي مسائل إدارية يبقى العمية الاقتراع من نفسها هذه اللي لا يتسجل فقط يتسجل فقط اللي يخلقه طوف يقارب اللجنة اللي يتعدل العد اللي يتعدل النتيجة النهائية وهي اللي يجيها الطعون المعدد في المحاضر معنا هذا مثلا مكتب عين أنا كممثل لاحظت مسئلة عندي ما شي عندي لاندو أنا فقط طواناتيها مهم وخارصة ما هو على مستوى اللجنة اللي يعني هذا إذن عنه القانون ينص على عن اللجنة أنها تتصدق ذلك المسائل وعن في حالة الاستيناة فقط هو اللي يعود الطعن مباشرة معناها أنه الأصل عند اللجنة يحسن باللجنة ويمكن اللجوء المجلس الدستوري في حال هو لا يوجد الوقات نقل عيني يقارب شكل مباشر معناها عن اللجنة وهذا اللجنة قطعت في مرة الفيتا قطعة فاتح الشيء تعطي إلى القانون مبات عنه قارت عنها أنا هي ما يعني هذا فقط اللعنها تتبع نتائج تمشي لا بالعكس النص صريح معناها هي عنها هي اللي ينطع نشارها وعن الطعن المباشرة مجلس الدستوري عنه فقط استذناءا حالة الاستعجار وحالة الضرر في قرية وتحسن اللجنة بوقع ذلك مولي مولا واحده اللجنة الشريك في الطعون بيلياش بيليان طعن عن النجل الدستوري جهته لو لا يتعامل معها هي اللجنة واضح معناها يرجع عندنا عندنا دقيقتين هذا الاشكال الذي نطرح في قضية البتاقات التصويت وقضية حتى المكاتب ومستوى المرشحين يعطينا لهم تفصيل وتوجيه الرأي العام بإحدى اللغات الوطنية جهة 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 كم جهة صانيك 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 مارمو السلام عليكم كيبك دوري تيرلنكي كنية ودا خانا مسالا نخفا من دي نانتي وط 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 اشتري اشتري وط 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 وع 달라 في الحكومة لكي أعاد إسميه ترجمة نشارك ترجمة لدينا أنا 확인 بزراء عليك إسمينه عليك الإنسان أيها الطابة له تفيد بإسميه هذه الطابة الموجودات من العديد للترجمات وبعد ذلك وفعلتنا فقط في المدينة، الكثير من أنهم قد أكبر أخذ في اللعنة كانت مع المدينة الأيام في تحتاج إلى ناتية حسابة وفعلتنا على زوجتنا كذا فهو يمكنك إسعالوا الوصف عندما يتقون يحفظون يمكنك يتعالوا أن خلال ال stabilize خلالج على الفكرة وجده أجمع هو يمكنك التصوير فهو يمكنك إبعال الوصف المزيدة على المساعداتques والمساعدات الجديدة 間ين يسسؤلون أنه يتحدث تتعطى الكتابع على المساعدات الكتابية تتحدث تجربة المساعدات لتأخذ المساعدات الكثيرة ونعبط منها في النهايةه في مواضح المحل من المساعداتك لتنظر أنه يتحدث أن يجبر المساعدات الكثيرة نواري نواري مالا شكرا شكرا لكم ضيوفي الكرام نأسف لضيق الوقت سنلتقي الحملة متواصلة والانتخابات أشكركم مجاهدين الكرام لقانونيين ما في وجه كلا مجاهدين الكرام نشكركم على حسن المتابعة في أمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة